البلوكينج ماتس او حصيرة الفرد يا ترى ايه هي السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله ياربكم بألف خير اهلا بيكم ومعلومة جديدة حاجة شبه الكطعة اللي هي كانت موجودة في الفيديو السابق ولكن دي مختلفة شوية ووظيفتها كمان مختلفة اكتر عن التانية ايه هي وعبارة عن ايه الكطعة دي اسمها بالنسبة طبعا لامازون بلوكينج ماتس ودي بتكون مجموعة قطع كده تسعة او خمسة على حسب وبتكون عبارة عن فلين او تسع قطع او خمس قطع على حسب المقاس اللي انت مختراه بتكون موجودة في شنطة الشنطة دي لو كانت بلاستيك بتكون طبعا سعرها اقل لكن الشنطة دي لو اماش ومصروف يعني او مطعوب عليها بتكون سعرها اعلى شوية وظيفة القطعة دي وظيفتها ايه وظيفتها ان انا بثبت عليها الشغل بيجي معاها مجموعة كده من الدبابيس او البنات اللي بثبت بيها القطعة بتاعتي طبعا بحط الدبابيس دي في قلب قطعة الفل زي ما انت شايفين بتكون سهل جدا والقطعة بتاعتي مفروضة كده لفترة طويلة هل هي مهمة بشكل رهيب يعني بالنسبة للشغل بتاعنا بالنسبة للشغل بتاعنا هي مهمة بنسبة مثلا 80% ليه لان احنا بنعاني من الرل والحاجات دي حتى بعد ما بنعالج القطعة من الرل بيبقى فيه نسبة رل بسيطة نسبة الرل بسيطة دي اقدر افرد بالقطعة دي احط البنات دي واقدر افرد القطعة بتاعتي بسهولة وببساطة وتفضل معايا كده وبالزات لو انا من النوعية اللي بتستخدم النشا والغرة عشان تثبت قطعة معينة طبعا قطعة تونسي او كروشي او حتى تريكو احيانا بنحب ان احنا نثبت القطعة بتاعتنا كده وتكون قطعة سطنبا كده واقفة فبتتعمل بالنشا او الغرة فالقطعة دي بتكون مميزة جدا معانا في الشغل بتاعنا ولكن اقدر استغنع عنها لو انا عندي قطعة فلين من اللي هي بتيجي في قلب المنتجات اللي هي البيضة دي هتديني نفس التأثير وشوية دبابي سعديين وخلاص يعني مش هتبقى المشكلة رهيبة ولكن طبعا لو عايزة قطعة دايما وتعيش معايا فترة اكيد هختاري القطعة دي بيجي معايا حوالي 200 دبوس وبتساعدني في شغلي سواء تريكو او كروشي او غيره وبس كده معلومتنا النهاردة تكون خلصت اشوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد ما تنسوش اللايك والشير مع السلامة بيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة